اشتركوا في القناة من اليوم ثلاثين الشهر ثلاثين سبعة ولا غاية احنا منقول لسبعة يعني منكتب على الكابشن على الصورة انه لسبعة الشهر احنا طبعا هي بتكون يوم السبت كمان يعني بنعطي دائما منمد عليها كمان يوم طبعا القمر راح يتواجد خلال الاسبوع هذا في تقريبا خمس ابراج اليوم الخميس ولظهر يوم الجمعة القمر راح يكون في القوس من ظهر يوم الجمعة ولغاية مساء يوم الاحد القمر راح يكون في الجدي من مساء يوم الاحد ولغاية صباح يوم الاربعاء القمر بصير بالدلو ومن صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بكون في الحوت وبعدين من ظهر يوم الجمعة وما بعد يعني السبت بكون في الحمل طبعا بالنسبة لخلو المسار اللي رح يصير بما انه هاي الانتقالات معناته عنا اربع خلوات مسار خلال هذا الاسبوع اول خلو مسار اللي هو في مرحلة انتقال القمر دائما احنا بنحكي خلو المسار هي فترة نحسة لا يصلح فيها البدء باي عمل جديد او توقيع عقد او اعلان خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بالفترة هاي الا الشيء اللي بتكون عاقد النية عليه ما قبل خلو المسار اما بالنسبة لخلو المسار فعنا اول خلو مسار رح يكون له انتقال القمر من القوس للجدي رح يكون ليلة الخميس على الجمعة يوم ثلاثين سبعة يعني تماما هو رح يكون في تمام الساعة اتناش وسبعة دقائق من اول دقائق من اه من يوم الجمعة وحتى الساعة 11.58 دقيقة من يوم واحد وثلاثين سبعة القمر بصير موجود بالجدي طبعا خلو المسار الثاني رح يكون من الجدي للدلو رح يكون يوم اثنين ثمانية رح يكون في تمام الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا انا بقول عصرا لانه بتوقيت الاردن احنا منزيد عليه ثلاث ساعات في توقيت العراق الشرق الاوسط تقريبا معظم ثلاث ساعات بيزيدوا عن هذا التوقيت ورح يستمر من الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا حتى تمام الساعة ستة وعشر دقائق مساء لا يستقر في برج الدلو اما بالنسبة لخلو المسار الثالث رح يكون من مساء يوم الثلاثاء اه اربعة ثمانية رح يكون في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء وحتى اليوم التالي اللي هو يوم خمسة ثمانية صباحا الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة لا ينتقل بعديها لبرج الحوت اما خلو المسار الرابع هو من الحوت للحمل رح يكون في تمام الساعة اتناش وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا الى تمام الساعة واحدة واربع دقائق ظهرا لا ينتقل بعديها او يشكل اول زوايا الو او الزوايا المهمة بتكون في الحمل طيب بالنسبة للزوايا والانتقالات المهمة اللي رح تكون الاسبوع هاد لانه في عنا عدة زوايا وراح يكون في عدة انتقالات فلازم انه نذكرها اول زاوية هي رح تكون زاوية التقاضل يوم واحد ثمانية رح تكون بين عطارد وبلوتو وهاي زاوية سلبية رح تكون تقريبا ساعة عشرة وواحد وخمسين دقيقة الزاوية الثانية رح تكون يوم اثنين ثمانية فلاحظوا انه كل يوم في زاوية اثنين ثمانية الزاوية رح تكون تربيع بين الشمس وأورانوس وهذه زاوية خطرة جدا لأنها تربيع طبعا هاي الزاوية لها علاقة بما أنه حكينا عنها في الأيام الماضية الشمس لها علاقة بالقيادات والحكام والجيش والأمور الناس اللي فوقها دولة ما في فوق غير رب العالمين طبعا زاوية التربيع هاي برضو مع أورانوس الثورات والانقلابات والأشياء المفاجئة فالله يستر من هاي الزاوية ما قبلها ووقت ذروتها وما بعدها أما بالنسبة للزاوية اللي رح تليها اللي هي يوم ثلاثة ثمانية هي زاوية بين عطارد تقابل مع زحل برضو هاي زاوية سلبية ولكن مش بقوة زاوية التربيع اللي رح تكون بين الشمس ورانوس اللي ذكرناها في زاوية برضو خطيرة رح تكون يوم أربعة ثمانية بين المريخ والمشتري والمريخ حكينا ثورات ودل أي شيء له علاقة بالنار وتربيع مع المشتري اللي هو علاقة بالمال والعلاقة بالأمور هاي فتوقعوا شيء اقتصادي أو أحداث اقتصادية بالفترة هاي برضو رح تكون فيها نوع من أنواع السلبية طبعا في التوقعات اليومية في يومها احنا رح نذكر الزاوية هاي ايش بتعمل وشو تأثيراتها ولا ايش بس احنا عشان ما نطولش التوقعات الأسبوعية ويجي حد يقول لك احنا شو دخلنا بالسياسة احنا من نسمع برجنا بس لازم اني اذكرها لانها هاي الها تأثيرات على الأفراد برضو الزوايا يوم خمسة ثمانية في زاوية رح تكون هي مش زاوية هي حدث رح يكون انتقال العطارد لبرج الأسد من السرطان للأسد رح يكون صباحا ويوم سبعة ثمانية انتقال الزهرة اللي رح تنتقل لبرج السرطان في ساعة المساء يعني زي تبادل أدوار العطارد على الأسد والزهرة من الجوزاء للسرطان خلينا نشوف تأثيرات البيوت ايش رح يكون بتواجد الكواكب طبعا احنا منذكر هاي عشان ما منحكي توقعات شهرية ولكن لو اخدت اللي انا بدي احكيه الان هو مخطط يعني توقعات شهر اساسا لانه خلال الشهر هاي التأثيرات رح تكون مستمرة الا اذا في حال انتقل الكوكب كل اسبوع احنا منذكر من عيدها ومنأكد عليها عشان تعرف ايش السلبيات وايش الايجابيات وانت مدعوم في ايش عشان تعرف شو يعني بيوت بتروح في صندوق الوصف رابط بدلك شو معنى البيوت هاي شو دلالاتها وين موجودة شو بتعني لك بالنسبة لائلك شو برجك يعني وشو بتعني لك لا لك بشكل مبسط ورح تفهمها بكل سهولة خلينا نبدأ مع برج الجوزاء طبعا بما انه الاول شيء رح نحكي عن الشمس والشمس موجود في البيت الثالث وعملش زوايا سلبية فبدك تنتبه اثناء تنقلاتك اثناء حواراتك اثناء نقاشاتك من العصبية والحدية للطباع اثناء تنقلاتك بدك تنتبه اثناء الحركة او قيادة السيارة لانه ممكن اما تتعرض لحادث او لعطل للمركبة تاعتك او يعني اصابات اثناء الحركة ممكن انت بتتحرك في البيت مع نشاط معروف الجوزاء بحركته رجلك تضروف طاولة تتفركش رجلك ايدك شغلة زي هيك او تعرض نفسك لا اصابة اثناء الحوارات بدك تكون مستعد يعني بلاش تدخل بنقاشات حادة بالفترة هاي وابعد عن العصبية قدر الامكان ممكن يكون عندك نشاطات كثيرة او حركة كثيرة ولكن ممكن انه مش في كل الاوكات تكون لصالحك بالنسبة للزهرة بدو ينتقل من البيت الاول للبيت الثاني فعشان هيك بيكون على المستوى النفسي شوي دعمك ولكن بدعمك اكثر لما بنتقل للبيت الثاني لانه بصير الو علاقة في المال فبساعدك في بعض الحلول المالية او بعض التهسينات المالية او ممكن تحل مسألة مالية بالفترة هاي وبرضو ممكن تجيب لك بعض الفرص اللي تطور من وضعك المالي بشكل كبير او مكاسب مالية ممكن تجيك من عمل اضافي او مشروع معين او ربح من مسألة معينة ولكن الاهم انك انت تقلل مصاريفك اما بالنسبة لعطارد عطارد في البيت الثاني ودي انتقل للثالث فهو بساعدك يعني عوضا عن تأثيرات الشمس السلبية الا انه رح يساعدك في حل مسألة مالية يعني كان صعب انك تحلها بالفترة الماضية او تصل لنتيجة معينة او لحل برضي اطراف وممكن تهتم بموضوع الى علاقة بشراء سيارة او تحسين سيارة او جهاز هاتف او اهتمام بمواضيع الى علاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات والزيارات والرحلات يعني بتفتح مجالات كبير الى اليك اما بالنسبة للمريخ طبعا اللي موجود في البيت 11 فما زال بيضغط بشكل كبير على مسائل الها علاقة بالاصدقاء والمعارف فمنهم ممكن يخيب امالك او مشكلة معينة او خلاف ما بينك وبين صديق وممكن تنتهي علاقة ما بينك وبين صديق بالفترة هاي في منك بدهم يضبطوا اعصابهم اثناء اللقاءات الاجتماعية او في عزومة مثلا او في دعوة في فرح فبدك تمسكوا اعصابكم من المشاكل واثارة المشاكل اما بالنسبة للجدي طبعا لانه منحكي الجدي لانه ثلاث كواكب موجودة فيه يعني عندك المشتري زحل وبلوتو الثلاثة بيتراجعوا فعشان هيك بيأثروا هدولة على البيت الثامن لا اليك فهي امور مقلقة على مستوى ديون او قروض او مستحقات مالية او بالطالب باشياء بتتعلق فيك بالفترة هاي ممكن تتعقد بعض الامور او الاوراق ممكن ما تقدر تنجزها بالكامل في منكو راح يهتم بمسائل الهلاقة بالبنك او الضريبة او التأمين او سداد بعض الالتزامات او محاولة يعني استدانة بعض الاموال في منكو ممكن يطلع على اموال الغير او اموال الشريك اللي هي الزوج او الزوجة يحاول يحصل منه اما بالنسبة لنبتون نبتون في البيت العاشر بيت السمعة فهو دائما بيهدد علاقات لما بيكون بتراجع وبيجردك من الحظوظ وخصوصا على مستوى العمل على مستوى علاقاتك بزملاءك رؤساءك بالعمل بيجيب شوية مشاكل في منكو ممكن يتعرض لمشاكل كبيرة وممكن تصل للبعض انه يترك عمله او انه يستاء ويضطر انه يدم استقالته بالفترة هاي بسبب الضغوط او كثرة الضغوط حاول انك انت ما توصل للمرحلة هاي ما تقرر على شيء حساس بهذا الوضع لانه اصلا نبتون هو اللي بيشجعك على ترك العمل بالفترة هاي وبعطيك انه انت معك الحق ولكن انت رح تكون خسران اذا اتبعت هذا الوسواس اما بالنسبة لبيتك 12 اللي هو اورانوس برضو اورانوس بضغطك على مستوى الو علاقة في بيتك 12 برضو بركز على مكان العمل بيجيب مفاجآت على مستوى العمل على مستوى الاعمال وعلى مستوى الصحة فعشان هيك بدك تنتبه من التقلبات من نبتون وبرضو من اورانوس اللي اورانوس يعني بشكل زاوية حادي فما تصل لمرحلة انك انت تجابه او تخالف قوانين او تدخل باشياء مشبوهة او تغامر بالفترة هاي لا على المستوى الصحي ولا على المستوى العملي اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من اليوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بيكون موجود بالقوس فالفترة هاي مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل او العاطفة يعني ما بينكو بين الازواج هاي الفترة فيها نوع من انواع السلبية لانه بيكون القمر مقابلك مباشرة فبسحب من طاقتك وبضغطك وما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات او خلافات من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر صار في الجدي بتحرك من مقابلك شوي على البيت الثامن ورح يستمر فيه من ظهر الجمعة لغاية مساء يوم الاحد بتعيدوا تنظيم اموركم المالية والفرصة بتكون متاحة لمكسب من شراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب لكم بحاجة للرعاية اهمش انك ما تتشبث بمواقف متصلبة حاول انك تكون مرن ومبتسم ناقش بليونة ودبلوماسية اتكلم وعبر عن اراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ فترتك هاي بروح رياضية من مساء يوم الاحد بيكون القمر في الدلو حتى صباح يوم الاربعاء بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر او الاتصالات او تعامل مع اجانب وبتشعروا برغبة في التفاهم مع احبائكم فترة مناسبة لاجراءة مقابلة او اجتياز امتحان ثم لقاء او فرصة بتفتح امامك ابواب الها علاقة بالسفر او التسويق او النشر او الدراسات العلية بتفرح لانتصار او لرحلة او لمشاركة ناجحة اهمش انك تتحرك على مختلف الاصعدي من صباح يوم الاربعاء بيكون القمر في الحوت حتى ظهر يوم الجمعة بتكون الفترة هاي مناسبة للي ببحث مثلا بامور الها علاقة بالاتصالات او امور الها علاقة بالحوارات وخصوصا مع زملائك ورؤساك بالعمل فاللي ببحث عن عمل بالفترة هاي بتكون الاجواء جيدة اهم شي انه ممكن يلقى على عاطقك مسئولية صعبة وتعيش تجربة مهمة بتقرر بعدها مصير مسألة ما بدك تكون منتبه لكل شي وما تترك الطيش او السهو يتسببوا باخطاء ما بتغتفر اهمش انك ما تشوه سمعتك وما تدخل بمخالفات في الفترة هاي مع زملائك او رؤساءك بالعمل من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر صار بالحمل بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة او مناسبة سعيدة بتعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة ابتسكنك احاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف لمد يد العون قصوصا ما بينك وبين الزملاء هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة